بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة قابلية الاشتقاق لدالة عند عدد وتفسيرها الهندزي حيث أنصح بشبهة العلم تجربية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شبهة تصير اقتصاد بالسنة الثانية والثالثة ثانوي حيث نتحدث عن الاشتقاقية قال نعتبر الدالة F المعرفة بالعبارة F لX يساوي من X مربع زائد القمع المطلقة لثلاثة X على X مربع زائد أربعة واحد قال أدرس قابلية الاشتقاق للدالة F عند العدد صفر ثم أفسر هندسيا النتيجة المحصل عليها بعدها قال أحسب F فتحة لX من أجل كل X لا يساوي الصفر إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفصل ننطلق أبنائي في الإجابة على سؤال الأول وهو أدرس قابلية الاشتقاق للدالة F عند الصفر إذن نكتب هنا أولا دراسة قابلية الاشتقاق لمن لF عند العدد الذي اسمه كم الصفر لكن هنا أبنائي أولا إنها القيمة المطلقة فلا يمكن الدراسة إلا بعدما نكتب هذه العبارة دون رمز القيمة المطلقة إذن نكتب هنا كتابة F لX دون رمز القيمة المطلقة هذا أول مرحلة علينا أن نقوم بها إذن فتصبح لنا هكذا F لX تساوي تساوينا عبارتان لأن المعروف أن القيمة المطلقة 3X بالقيمة المطلقة ماذا تساوي؟ تساوينا قيمتان إما أم تساوينا 3X إذا كان X أكبر أو يساوي 0 وتساوينا ناقص 3X إذا كان X أقلتا من الصفر حيث إذا جمع هذا اتحاد هذا المجال يعطينا R ركزوا هنا أرجوكم فماذا تصبح لنا؟ مرة نعوذ في هذا المكان بـ 3X ومرة نعوذ بنقص 3X ما نصبح لنا X مربع زائد 3X على X مربع زائد ماذا؟ زائد أربعة لكن هنا إذا كان X أكبر أو يساوي السفر وتساوينا ماذا؟ وتساوينا X مربع ناقص 3X على X مربع زائد أربعة هنا إذا كان X أقل تماما من الصفر لأن الدالة هنا مهما كان إنها معرفة على R لماذا؟ لأن X مربع قيمة مجابة نضيف لها الأربعة تبقى لنا قيمة مجابة أرجو قد فهمتم المبدأ الأساسي الآن بعدما كتبنا هذه الدالة دون رمز القيمة مطلقة يمكن الآن أن ندرس الاشتراقية وبطريقة جدو بسيطة لاحظوا الآن أبنائي إذن ننطلق نقول إذا عندنا أولى الليميت قانون الاشتراقية الذي يقول F لX ناقص F لX صفر عندنا X صفر هو في هذه الحالة هو صفر على X ناقص صفر لما X يؤول إلى صفر بقيم أقل تصبح هنا تساوينا ماذا؟ تساوينا الليميت هكذا ونضع الـ F لX هنا لما قال X أقل يؤول إلى صفر بقيم أقل نأخذ العبارة هذه التي هي ماذا؟ التي هي X مربع زائد عفوا ناقص 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 3X على X مربع زائد 4 ناقص F لصفر لو نعوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر وهنا بالصفر سوف نجد صفر على 4 التي هي كن التي هي صفر معناها ناقص صفر على X ناقص صفر لما X يؤول إلى صفر بقيم أقل تصبح لنا تساوي ليميت دقيقوا هنا أرجوكم نقطة نقطة عندنا كسر على كسر إذن بما أن هنا هذا صفر فلا دعي لكتابته وهذا كذلك تصبح لنا الكتابة هكذا وعندنا خط الكسر الكبير هو هذا عندنا كسر على كسر أن الأول يبقى والثاني ينقالب ممعنى كيف تصبح لنا هكذا ركزوا تصبح لنا x مربع ناقص ثلاثة x على x في x مربع زائد أربعة لما x يقول إلى صفر بقيم أقل يمكن الآن أن نستخلج الـ x من البسطة على المشاركة تصبح لنا limit وهكذا لهي x في ماذا في x ناقص ثلاثة على x في x مربع زائد أربعة هكذا أكيد لما x يقول إلى صفر بقيم أقل يذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم تصبح لنا limit لهي x ناقص ثلاثة على x مربع زائد أربعة لما x يقول إلى صفر بقيم أقل وهذا كم يعطي لنا لو نلاحظ ونعوذ هنا يعني بالصفر عوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر تصبح لنا ناقص ثلاثة على أربعة إذن تعطي لنا كم ناقص ثلاثة على أربعة في هذا وهذه القيمة بطبعها تنتمي إلى الأعداد الحقيقي يعني قيمة منتهية هذا ماذا يسمح نقول ومنه الدالة كيف هي قابلة للاشتقاق عند ماذا؟ عند الصفر من اليمين لماذا؟ لأن وجدنا قيمة منتهية لكن ما زال عند الصفر قلت عند الصفر من اليمين لكن عند الصفر ما زال إذا حسبنا من اليسار عفوا عفوا هنا من اليسار أعتذر أرجوكم مناء اليسار أرجوكم أعتذر لأن بقيم أقل نقول من اليسار بعدما أنهينا مناء اليسار نأتي الآن لحساب الاشتقاقية أو دراس الاشتقاقية من اليمين نحض نقطة نقطة أبني ولا نتعجل إلا أنه قلت هنا نعتذر من اليسار ليس من اليمين نقول كذلك لميت هكذا F لX ناقص F لصفر على X ناقص صفر لما X يؤول إلى صفر بقيم أكبر أكيد الآن نتعامل مع هذه القيمة تصبح لنا ماذا تصبح لنا لميت انظروا جيدا لهي X مربع زائد 3X على X مربع زائد 4 على X ناقص هنا أكيد ناقص صفر لما X يؤول إلى صفر بقيم أكبر بنفس الشيء تصبح لنا لميت وهكذا X مربع زائد 3X على X في X مربع زائد 4 لما X يؤول إلى صفر بقيم أكبر نستخرج X عن مشترب تصبح لنا لميت X في X زائد 3 على ماذا على X في X مربع زائد 4 هكذا لما X يؤول إلى صفر بقيم أكبر يذهب هذا مع هذا ونعوذ هنا بالصفر تصبح لنا ثلاثة على أربعة وإنها تنتمي إلى R يعني قيمة منتهية لو وجدناها ما لنهي نقول الدالة غير قبل الاشتقاق عند الصفر من اليمين لكن بما أنها وجدناها قيمة منتهية فنقول كذلك الدالة F قابلة للاشتقاق عند ماذا؟ عند الصفر من اليمين لكن لكن ماذا وجدنا؟ وجدنا أبناء أنه ثلاثة على أربعة لا تساوي ناقص ثلاثة على أربعة الاشتقاقية من اليسار لا تساوي الاشتقاقية من اليمين نقول ومنه ماذا؟ ومنه الدالة F غير قابلة للاشتقاق عند العدد الصفر هي تقبل الاشتقاق عند الصفر من اليسار وعند الصفر من اليمين لكن عنده بالضبط لا يقبل لأن الاشتقاقية من اليمين لا تساوي الاشتقاقية من اليسار ثم قال وفسر النتيجة هندسية تابع أو بيانية إذن التفسير البياني إذن نكتب هنا التفسير التفسير الهندسي للنتيجة المحصل عليها ما هي النتيجة المحصل عليها؟ أنه وجدنا أن الدالة غير قابلة للاشتقاق نقول إن بما أن الدالاف غير قابلة للاشتقاق عند العدد الذي اسمه صفر فإن منحناها هذا هو التفسير البياني منحناها البياني يقبل نصفي مماثين ليس مماث يقبل نصفين مماثين معامل توجيه الأول إذا سميناه لهو ناقص ثلاثة على أربعة والثاني كان أبنائي إنه ثلاثة على أربعة حيث معناه إذا جئنا إلى نصف المماث الأول نصف المماث الأول إذا رمزنا له بتي سميناه نصف مماث ليس هو إيجراج يساوي أن أف فتحة لمن أف فتحة لصفر في إكس ناقص صفر زائد أف لصفر يصبح لنا إيجراج يساوي أن أف فتحة لصفر نحن هنا إذا كان إكس قلنا أقل من الصفر لاحظوا ما هي معادلة نصف المماث إكس أقلت من الصفر هذه كم وجدناها؟ وجدناها ناقص ثلاثة على أربعة إذن هذا يسمى العدد المشتق وجدناها كم؟ إذن هذه القيمة اسمعوا جيدا هذه هذه تصبح لنا ناقص ثلاثة على أربعة في إكس أما أف لصفر تلاحظون كم وجدناها؟ وجدناها صفر ها هو نصف المماث الأول نصف المماث الثاني إذا سميناه تي فتحة حيث إكس هنا يكون أكبر تامنا الصفر ماذا يكون؟ يكون إيجراج يساوي أن أقص ثلاثة على أربعة في إكس وهنا تعطينا إكس ناقص صفر زائد أف لصفر أف لصفر حكمنا عليه أنها صفر فتصبح لنا ها هي التفسير التفسير يا أبني أنه يوجد لنا نصف مماثين لو نأتي إلى رسمهم مثلا عند الصفر سوف أعطيكم هكذا مثلا وهكذا قلنا صورة صفر يصف مثلا يأتيكم واحد المنحن يأتيكم هكذا والآخر يأتيكم هكذا فيكون عندنا نصف المماث الأول بهذا يكون هكذا والنصف مماث الثاني يكون هكذا حتى تفهموا جيدا هذه النقطة تسمى نقطة زاوية قلت تسمى نقطة زاوية لكن هي حذفت من البرنامج فالتفسير نقول أن منحناها البياني يقبل نصف مماثين معامل توجيه الأول ناقص ثلاثة على أربعة والآخر ثلاثة على أربعة ويكون هكذا لو قال أرسمها فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال يأتي السؤال الآخر قال أحسب أفتها إذن نكتب هنا حساب أفتها لإكس من أجل ماذا؟ من أجل إكس لا يساوي السفر هنا في رأيكم لماذا استثناء السفر لأن الدالة غير قابلة للإشتقاق عند السفر بالرغم أنها معرفة نقول الدالة أف غير أو قابلة نقول هكذا قابلة للإشتقاق على ماذا؟ على المجال اللي هو أر نجمة لماذا؟ بالرغم أنها معرفة على أر لكن لا تقبل الإشتقاق على أر على كل أر إنما على أر نجمة وتصبح لنا إذا أولا إذا كان إكس أكبر تمامنا الصفر إكس أكبر تمامنا الصفر صبح لنا ماذا؟ صبح لنا أف فتحة لإكس تساوي يعني نستعمل هذه الدالة نقوم بإشتقاقها مشتق عندنا إي على في إذا كان عندنا إي على في المعروف في المشتقات ماذا يقول القاعدة؟ تقول مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع يект Olive ويقص ناقص مشتق المقام في البسط X 3 ثلاثة X هكذا على المقام مربع لهو X مربع زائد أربعة الكل مربع ثم يمكن أن نكمل عملية الهساب تصبح لنا F فتحة لX تساوي ننشر هذا في هذا تصبح لنا 2X مكعب ثم هذا في هذا تصبح لنا كم تصبح لنا زائد ثمانية X ثم عندنا هذا في هذا تصبح لنا زائد ثلاثة X مربع ثم هذا في هذا زائد 12 ثم نكمل الآن مع الطرف الأخر تصبح لنا هذا مع هذا اللي هو ناقص 2X مكعب ثم هذا مع هذا تصبح لنا ناقص 6X مربع على المقام لهو X مربع زائد أربعة الكل مربع أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب فأصبحت لنا F فتحة لX تساوي هكذا وأرجو قد لا نختفي الحساب فقط عندنا هذا مع هذا كم نصبح يصبح لنا ناقص 3X مربع وعندنا هذا يبقى لوحده اللي هو كم زائد ثمانية X ثم عندنا هذا زائد ماذا زائد 12 على X مربع زائد أربعة الكل مربع هذا المشتقى لما يكون X موجب تماما بعدما أنهينا مع الحال الأولى نأتي الآن إذا كان عندنا كذلك X أقلت من الصفر يعني نستعمل العبارة هذه حتى تفهموا جيدا تصبحنا F فتحة لX تساوي نفس الشيء مشتقى البسط اللي هو 2X ناقص 3 في المقام اللي هو X مربع زائد أربعة ناقص مشتقى المقام اللي هو 2X في البسط الذي هو X مربع ناقص 3X هكذا على ما ذعل المقام مربع اللي هو X مربع زائد أربعة الكل مربع بعدها ماذا ينصبح لنا F فتحة لX تساوي لاحظوا وانتبهوا أرجوكم أبنائي هكذا عندنا هذا في هذا يصبح لنا 2X مكعب عفوا 2X مكعب ثم هذا في هذا تصبح لنا زائد 8X ثم ناقص 3X مربع ثم ناقص 12 ثم هذا في هذا الناقص ماذا ناقص 2X مكعب ثم هذا في هذا يعطي لنا زائد 6X مربع على X مربع زائد أربعة الكل مربع أكيد هذا وهذا قد يذهبان نصبح لنا f فتحة لx تساوي هكذا ثم عندنا x بنا مربع زائد 4 هذا لنلمسه لأنه قيمة مجابة تماما عندنا هذا وهذا يصبح لنا كم نصبح لنا 3x مربع لأن هذا وهذا قد حسيب ثم زائد 8x ثم ناقص 12 هذه هي عبارة المشتقى في حالة x أقل تماما من أصف أرجو قد فهمتم الفكرة يا أبنائي إذن هكذا ويمكن إذا طالب مننا أن ندرس الدالة فندرس الدالة علينا أن نقوم بحساب المميز لهذه القيمة ونقوم بإيجاد جذرها وتعين إشارتها كذلك بالنسبة إلى هذا ولاحظ وجه الاختلاف هنا انظروا إلى العبارة ناقص 3x مربع زائد 8x زائد 12 وهنا العكس 3x مربع زائد 8x ناقص لاحظوا هنا ناقص 12 وهنا ماذا؟ وهنا زائد 12 كل شيء أصبح معكوس هكذا أبنائي قد أجمنا على هذا السؤال الذي هو سؤال دراسة الاشتقاقية لذا لا عند عدد وفي الأخير أبنائي وابناتي العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لأنا بالسحة والعافية كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم أجددنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر